لكن في الفيديو ده اقولك ازاي تقدر ترجع ريكوردات الواتساب اللي كانت محظوفة عندك للأسف الطريقة دي ممكن تنفع مع 10% من المستخدمين الواتساب او اللي هتابعوا معي الشرح ده يعني ما تزعلش لو الشرح ده ممكن ما جابش معك نتيجة بس هو ممكن يجيب معك نتيجة وانا منزلك تطبيقين لكن مش عايز اعقد لك الموضوع اكتر من كده لما تيجي تروح عندك في ادارة الملفات هنا او التليفون بتاعك بتروح عليه تضغط عليه ضغطة كده وبتنزل تحت عندك على الواتساب الواتساب هنا وبتروح على الميديا ومن الميديا بتروح عند واتساب في نوز وتختار هنا اللي موجودة عندك اللي هو بصيغة أو بي يو اس ده اسمه بتنصيك يو بي او اس علشان الواتساب ما فيش فيه خاصية other والا في خواص اللي هي الثانية اللي هو فيه في الو بي يو اس طيب اه اقدر افتحه معادي لأ انت مش تقدر تسح التطبيقات دي الا متنزل البرنامج اللي هو علشان تقدر تفتح الركوردات الواتساب تمام? زي ما تشاهد زي كده انا سمع الركورد الواتساب حل? بخرج خالص طيب الركوردات دي ونفترض ان انا مثلا انا همسحها اروح عندي هنا كده وبعد كده بضغط على الركوردات دي كلها عشان امسحها هنا هنا اقول له هنا دليت او حفظ عفوا عملت كده قال لي انت ما اكمال عملية بنجاح وكده انا مسحت كل حاجة تخص الواتساب عندي اللي هو الركوردات بتاع الواتساب واعمل لها استرجاع تاني هننخرج بره كده خالص وهتنزل البرامج اللي هتلاقيها في التعليقات او الوصف هم تطبيقين تقدر ترجع بيهم الركوردات الواتساب المحزوفة انا مثلا هتجرب افتح معاكم دكتور فون هنا تضغط عليها ضغطة كده وبتستنى شوية لحد ما يقول لك هنا في كلمة استعادة فوق تضغط عليها ضغطة كلمة استعادة وتقول له انها مقاطع الصوت وتضغط عليها ضغطة كده بيعمل بحس وكده جاب لك الرسائل اللي هي الOPUS تمام وممكن ترجع خطوة كده كمان تروح على التطبيق اللي هو موبايل سيرفر تمام بتضغط علي كلمة الواتساب ممكن يرجع معك حاجة وممكن ما يرجعش اي ريكوردات تمام؟ تضغط عليها ضغطة واحدة كده هنشوف هيقدر يسترجع لنا سجلات او الركوردات الواتساب المحزوفة والرق هو يخب معك فترة كده علشان يقدر يعمل سكان هو بيعد تحت اصلا خمسة وعشرين في المية ستة وعشرين في المية وهو كده معانا وصل سبعة وتسعين في المية وبرضو ما جابش اي حاجة لكن هو ممكن يشتغل معك يعني على حسب نوع التليفون بتاعك بولك نسانج توسي هير يعني مفيش اي حاجة خالص هم دول التطبيقين اللي تقدر ترجع بيهم السجلات او الريكوردات الواتساب وكده انا شرح انتهى لو في اي حاجة تقدر تكلمني في كومانت وهرد عليك ان شاء الله حاول تنزل التطبيقين دول وتجرب لو ما نفعش هو للاسف مش طرف ترجعهم تاني الا بالطريقة اللي انا شرحتها في الفيديو اللي فات وشوفكم في حلقة جديدة السلام عليكم